دكتور عبدالطيف مرحبا بك مرة أخرى المرة اللي فاتت كنت يبوتين بأنه وجرولك على المادام واضطريت حتى انتايا تخرج من البلاد أنا اللي ما موضحش ليه واش جروا على المادام حيث هي مسيحية ولا علاودك انتايا يعني ما عرفوش كيفاش يدوزو قالوا غادي نجروا على المادام غادي نمشي تاوى معها وضح لنا هي فيعلان الأجانيب في المغرب عندنا عندهم الحق يروحوا الكنائس وعندها عقد تكون مسيحية احنا مثلا للمغربة كنا كانت عندنا عبادة بيتية ومعندش حق مشيو الكنائس ويعني السلطة كانوا تعرفوا لأن أنا وراء اسمه أعمال اجتماعية وكذلك ناشيت في الكنائس المغربية فاحتمال أنهم كما أنا مغربي قالوني اللي ما يخدروا شي يطردوني قالوا وانطردوا زوجته وورا متضطر يروح لأن لما مشيت مع زوجتي في أشعاطات 48 ساعة قال لي قال لي أنت وابنك ممكن تبقى وابنك يخلص الدراسة وابقى وهي جاهد طرد يعني كان باين أن اسمه يعني أنهم كانوا بغوا يتخلصوا منك بغوا يتخلصوا من أنا وانت فيتلك كنتي كتمشي وكتجي عند السلطات يعني فيتك يعني بعد الأحيان في أن السلطات كانوا بعد الأحيان من اللي تكون عليهم الضغط من بعد الأحزاب نعم تدروا ذوك الحاملات يعني مرة كان عندنا غير دراسة كتاب مقدس ودخلوا علينا البوليس وتيخدونا لكن تتلقونا تقول نحن تنعرفوكم أنتم الناس ديال السلم لكن نحن تنعملو العمل ديالنا يعني عدة مرات أشياء تتوقع مثل هذه يعني أنا كنت السلطات كان ميلف عندهم بأن أنا مسيحي وعارفين علي كل شي ونعشط في الدومين الاجتماعي في الدومين الاجتماعي وفي الكنائس وهذه تقريبا هي أحسن طريقة باش ممكن يرتاحوا شي شوية منك ومن الخدمات ديالك شي شوية فعلا فعلا بصراحة ماشي سهل يعني تجربة ماشي سهلة شنو إلا دهبوا وحنا إلا بغينا نقوله أولا شنو كنتمنى ما عارفش كيفاش نصيغ لك سؤال ولكن يابوت نقول شنو كنتمنى يعني في البلاد ديالنا تغيير اللي يطرف البلاد ديالنا باش بحال هاد الاسيتيشيون اللي تستنتي فيها ما يدوزوش فيها مغرب آخرين وما يدوزوش فيها مغربية وحد آخرين شنو كنتمنى وشنو كنترجى في هاد البلاد اللي يكون احنا بلادات نفتخروا كتير باسمو التورات الأندلوس أنا أتمنى تورات الأندلوسي أتمنى أرجعوا للقرن العاشر القمة لأن كان اليهودي والمسيحي والمسلم يشتغلون السواق كانوا مع بضيات أتمنى أن في بلادنا ما يبقاش هذا التفكير الضيق كيف تذكرت مثلا أمريكا وكندا ليش وصلوا من الدول العظيمة الدين ديني شخصي نعم لكن خسنا أنا أتمنى أن بلادي واحد من نهار يكونوا كل أفارقة عرب أجاني جميع الديانات حتى بودين نشتغلوا لأن اليوم العالم أصبح صغير نعم للموندياليزاسيو اليوم العالم صبح صغير والدول اللي تقدمت هي الدول اللي تحتوي جميع الفئات بصح ما ممكنش نضرب الرش بيد واحدة بصح بصح ولا نعتمد على نفسي محتاجين حتى أنا جربت هذا لما كنت نديل الخدمات الطبية احنا محتاجين لبعضنا بعض حتى في اليمن مثلا ليش كنا ناجحين لأننا كنا أكثر من من تسعة أسمو دول وكنا نشتغل مع اليمنيين وفي المغرب نفس الشي مثلا في الحملات الطبية كلها كنا نشتغلوا مغاربة وأجانيب وكنا قللنا أنني محتاجين لبعضنا بعض محتاجين نكملوا بعضنا بعض الإنسان مش كامل أنا مثلا مش كامل عقليين ممكن نستفد منك أنت ممكن نستفد من الآخر ممكن الآخر يستفد مني وأنا أتمنى أن المغرب نعم يوصل لهذا الفكر يتوسع العقل دينا ودي الحكومتنا أننا نشمله الجميع باش في يوم من الأيام نكونوا أحسن دولة في إفريقيا ولمن بين الدول العظيمة وتنظن هذا هدف حكومتنا وتنتمنى باش نوصلوا له نوصلوا له بهذا الفكر أننا العدو دينا هو الشيطان بس صح وبين نبني واحد الملاد اللي تكون فيها محبة ويكون احترام الآخر أنا مسلم خلاص أنت مسيحي نحطارمك وتحطارمني بس صح وما تكونش فينا ذلك الغيرة الوطنية اللي غالطة بس صح شكرا لك دكتور ما كان سخاش بالهضراء معاك ونشوفك مرة أخرى إن شاء الله شكرا لك اشتركوا في القناة